الرئيس السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض الولايات المتحدة تتخطى عتبات الاثنين مليون ونصف إصابة بفيروس كورونا وسط تسارع الإصابات في فلوريدا فرنسا تشهد اليوم الجولة النهائية للانتخابات البلدية بعد تأجيلها بسبب تفشي كورونا السابع صباحا الخامسة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلاك واحمي بلدك تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية استفير باستمراضي بأن تلك التجهيزات تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات للعزل بقوة إجمالية أربعة آلاف سرير وسيارات إصعاف مجهزة بالإضافة إلى طائرات الإصعاف الطبي الطائر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة توفير الخدمات للمواطنين على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وخلال اجتماعه مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لجانبي الطرق والمحاور الجديدة على نحو الذي يتصق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب إهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية خاصة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة أكذلك الدراسات الإنشائية والمعمارية لاستغلال وتطوير الأراضي التابعة للدولة وفي هذا الإطار تم عرض الموقف التنفيذي لمجموعة الكباري الجاري إنشاؤها في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة خاصة بمناطق مدينة مصر ومصر الجديدة وجسر السويس والتي ساهمت في إنهاء التكدس وتسهيل المرور وتقليل استهلاك الوقود وانخفاض نسبة التلوث بتلك المناطق إلى جانب استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لتطوير المدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوية ومنطقة جسر السويس وكذا تطوير المحاور المحيطة بكل من مناطق جامعة عين شمس وميدان رمسيس وأرض نادي الفروسية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتاد الطرق على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها كما اطلع السيد الرئيس على دراسة لمقترحات تطوير بحيرة المنزلة على نحو استثماري وسياحي وذلك استغلالا لموقعها الفريد الذي يتوسط عدد من المحافظات فضلا عن اطلالتها المتميزة على البحر المتوسط كما تناول الاجتماع الموقف الانشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باشراك الخبرات السياحية من القطاع الخاص للمساهمة في تقديم الأفكار الخاصة بالتنصيق الحضارية للمدينة والخدمات المختلفة بها وبما يتصق مع الموقع المتفرد للمنطقة أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن أجواء القمة الأفريقية المصغرة لمناقشة ملف سد النهضة بمشاركة الرئيس السيسي كانت إيجابية وبناء للغاية وقال راضي أنه تم الاتفاق على عدم أخذ أي التحركات أحدية في ملف سد النهضة حتى يتم الوصول لبلورة اتفاق مضيفا أنه تم التوافق على مدة لا تزيد عن أسبوعين كإطار زمني لبلورة هذا الاتفاق مشيرا إلى أن الاتفاقات التي تمت خلال القمة ستأخذ في الاعتبار ويتم إختار مجلس الأمن بها في جلسته بشأن سد النهضة في يوم الاثنين نشر موقع رئاسة الجمهورية بجنوب أفريقيا بيانا بشأن نتائج الاجتماع الاستثنائي لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرنس عن سد النهضة وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد بناء على المشاورات التي أجرها الرئيس راما فوثا بصفته رئيس الاتحاد مع الأطراف المتفاوضة الثلاثة بشأن سد النهضة مصر، إثيوبيا، السودان البيان أضاف أن تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مسافقي أشار إلى أن أكثر من 90% من القضايا في المفوضات الثلاثية تم حلها بالفعل كما أشار البيان إلى أن مكتب اللاجمعية رحب بالتزام الأطراف الثلاثة بعملية يقودها الاتحاد الأفريقي اهدف بهدف معالجة القضايا التقنية والقانونية العالقة على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون أسبوع واتفق مكتب الجمعية ورؤساء الدول والحكومات المشاركين على الانعقاد في غضون أسبوعين للنظر في تقرير حول نتائج المفوضات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة سد النهضة أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان أن مصر وإثيوبيا وسودان اتفقوا على توقيع اتفاقية حول سد النهضة خلال الأسابيع القليلة القادمة وجاء في البيان الصادر عن مكتب أبي أحمد أن القادة اتفقوا على أن النيل وسد النهضة قضيتان أفريقيتان يجب أن تحلى من الجانب الأفريقي ترجمة نانسي قنقر باسم الوزارة إلى ارتفاع حالة لشفاء من مصاب الفيروس إلى 17 140 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي كما أضف أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية الفيروس كورونا ارتفعت إلى 18 658 حالة وصل إلى مطار القاهرة الدولي نحو 3936 مواطنا مصريا من العليقين في عدة دول أبرزها اليمن وقطر وعمان والكويت والسعودية والإمارات ودول عربية وأجنبية أخرى جاء ذلك في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العليقين بالخارج إلى مصر حيث لا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العليقين وكذلك الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة أصيب أكثر من 9 ملايين و 860 ألف بكورونا على مستوى العالم بينما توفي 4494 ألفا و 351 آخرين جراء الفيروس وأفقا للريترز تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالة في الصين في ديسمبر عام 2019 وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المتضررين من الفيروس وتلتها البرازيل تخطت الولايات المتحدة عتبت الـ 2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بحسب بيانات نشرتها جامعة جونس هابكينز وبحسب الإحصاءات فقد تجاوزت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة مستوى 128 ألف حالة وسجلت ولاية فلوريدا نحو 10 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة وهو رقم قياسي جديد في الولايات الأمريكية التي تشهد انتشارا متسارع عند الفيروس حيث أقر حاكم الولايات بأن فلوريدا تشهد انفجارا حقيقيا للمرض في صفوف الشباب الذين توافدوا على الشواطئ أعلنت البرازيل عن تسجيل 38.693 إصابة و1199 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلد وفتت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية جديدة بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1.313.667 شخصا وذكرت الوزارة أن حصيلة الوفيات الناجي معنى الفيروس وصلت إلى أكثر من 57 ألف في الإجمال أعلنت وزارة الصحة المكسيكية وفات 602 بفيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلاد إلى 26381 حالة وأشرت الوزارة إلى تسجيل 4410 إصابات جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 212 و1802 حالة إصابة ترجمة نانسي قنقر سجلت ألمانيا 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 293.499 حالة وذكر معهد روبرت كوخ أنه تم التسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8.957 وفاة أفدت صحيفة ساندي تايمز نقلا عن مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة البريطانية تدرس فرض إغلاق في مدينة لستر بعد تصاعد حالة الإصابة بفيروس كورونا هناك ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قوله أنه ما زال يدرس التشريع المطلوب لفرض حجر محلي على مدينة لستر بعد أن سجلت أكثر من 650 إصابة بفيروس كورونا في أسبوعين أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 191 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا وأفادت الوزارة في إحصائية جديدة بارتفاع عدد الإصابات إلى 248469 في مبلغ إجمالي الوفيات 28341 وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا من حيث عدد الوفيات وكذلك السادسة من حيث الإصابات تلقى مؤتمر افتراضي للمنحين بشأن فيروس كورونا نظمه الاتحاد الأوروبي تعهدات بتقديم مساعدات بقيمة 6.15 مليار يورو وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ريسولة بندرلين في ختم المؤتمر الذي عقد عبر تقنيات الإنترنت أن المبلغ سيخصص لتطوير العلاجات واللقاحات لمرض كورونا أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن ياسر العطة أن المؤسسة العسكرية وضعت خطة أمنية متكاملة لتأمين المسيرات المنتظر خروجها في يوم الثلاثين من يونيو وأكد العطة في تصريحات صحفية عقب اجتماع مشترك بالخرطوم أكد اكتمال الإجراءات لتأمين احتفالات البلاد قائلا إن المؤسسة العسكرية بكل أجهزتها وضعت خطة كفيلة بحماية شباب التورا في كل مكان أعلن حرس الحدود السعودي رصد ثلاثة قوارب إيرانية دخلت المياه الإقليمية وتم التعامل معها وأشر حرس الحدود السعودي إلى أنه تم توجيه عدة انظارات للقوارب الإيرانية بعدها تم إطلاق طلاقات تحذيرية ما أكبرها على التراجع أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن عملية توقيف مطلق صواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية مشددا في تصريحات له على أنه سيتم تنفيذ القانون ولن يتم السمح باستهداف المنطقة الخضراء وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت تعمصر من كتائب حزب الله العراقي وأحالتهم للتحقيق حذرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس من رفض البرلمان عرض مقترح تصنيف الإخوان منظمة إرهابية واتهمت البرلمان التونسي بالمماطلة في تحديد جلسة لمناقشة تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية كشفت جريدة زيوريخ الجديدة السويسرية في تقرير لها عن جيش إلكتروني تابع لنظام أردوغان يعمل بالكامل على مواقع التواصل الإجتماعي لتوجيه الرأي العام لصالحه وذلك بعد أن حدف موقع تويتر 7340 حسابا مرتبطا بالحزب الحاكم التركي وكشفت الجريدة في تقرير لها أن ملاحقة نظام أردوغان لحوالي 10 ألاف حساب على وسائل التواصل الإجتماعي منذ مارس الماضي وذلك بزعم نشر تعليقات استفزازية على إدارته لأزمة وباء كورونا وأشرت تقرير إلى أن تداور الشبكات الاجتماعية في عهد أردوغان بعد أن أمر بإنشاء مكتب لمكافحة حوادث الإنترنت هدفه الأساسي هو خدمة أهدافه الشخصية للسيطرة على الإنترنت داخل تركيا استدعت إزارة الخارجية النمسوية السفيرة التركي لدى فيينا على خلفية أعمال عنف إترى تعدي شباب من الجالية التركية على متظاهرين أكراد فيما أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر أنه لن يسمح بقيام مواطنين ينتمون إلى دولة أخرى بحل نزاعاتهم الداخلية على أرض بلاده وأضاف تعليقا على تطورات أعمال العنف في فيينا بين الأتراك والأكراد أنه أصدر أوامره لمكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب بالتحقيق في هوية من يقف وراء هذا التصعيد بين الفصلين وأشار إلى أن الأتراك هاجموا مظاهرة كردية ما أدى إلى إصابة ضابطي الشرطة جدد زعيم المعارضة التركية كمال كليتجار أوغلو انتقاده النظام التركي الرئاسي في البلاد وحمل أردوغان وسياساته مسؤولية تدهور وانهيار الوضع الاقتصادي وقال كليتجار أوغلو أن نظام حكم الرجل الواحد الذي بدأ في عام 2018 أدى إلى ارتفاع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار مسلسل متواصل من الفساد يحاصر أردوغان وأفراد عائلته حيث كشفت مجلة فوكوس الألمانية في تحقيق لها عن سيطرة أردوغان وصهره بيرات البيرق على صندوق الثروة السيادي التركي والذي أنشأته أنقرى على عجل بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016 وبحسب المجلة يمتلك صندوق الثروة السيادي التركي حصصا في أهم وأكبر الشركات والبرصات في تركيا مما يجعله يستفيد بشكل مباشر من الارتفاع في البرصات ويعزز أيضا من قبضة أردوغان على الاقتصاد وتم تأسيس صندوق الثروة السيادي في تركيا عام 2016 وتم تحويل ممتلكات الدولة إلى الصندوق الذي كانت تحتفظ به سابقا وزارة المالية وفي عام 2018 وضع أردوغان نفسه وصهره فوق قمة الصندوق للسيطرة على اقتصاد الدولة التركية الذي يمر بحالة فوضى غير مسبوقة سيطرة أردوغان على صندوق الثروة السيادي والاقتصاد تسببت في انتقادات حدة من قبل المعارضة التركية التي حملته مسؤولية تدهور وانهيار الوضع الاقتصادي وقال زعيم المعارضة كمال أغلو إن نظام حكم الرجل الواحد الذي بدأ عام 2018 أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الذي ظهر بصورة واضحة في انهيار قيمة الليرة نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الصور لأشخاص مطلوبين لوحدة التحقيق الجنائي بتهمة ارتكابهم أعمال تخريبية خلال احتجاجات شهدت عدة ولايات أمريكية في الأسابيع الماضية تظهر مجموعة الصور التي أعاد ترامب نشرها وجوه أشخاص مطلوب التعرف عليهم والإبلاغ عنهم وبعض تلك الصور تضمنت مشاهدة لمحاولة أصحابها ألعبت بنصب تذكارية وتمثيل اعتذلك بعد توقيع ترامب أمرا تنفيذيا لحماية نصب التذكارية والتمثيل من أعمال التخريب نفى البيت الأبيض ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز بشأن إبلاغ الرئيس ترامب بمعلومات استخبارية مفادها أن روسيا عرضت مكافأة مالية على مقاتلين مرتبطين بطالبان مقابل قتلهم جنوداً أمريكيين وغربيين في أفغانستان وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس أو نائبه لم يبلغ بمعلومات استخبارية مزعومة بشأن مكافأة روسيا مشيرة إلى عدم دقة مقال النيويورك تايمز بدورها نددت روسيا بالتقرير وقالت سفارتها في واشنطن على تويتر إن ما أوردته الصحيفة من اتهامات بلا دليل اعترض سلاح الجو الأمريكي أربع طائرات استطلاع روسية شرق ألاسكا وأعلنت قيادة دفاع الفضاء اللجوي للولايات المتحدة وكندا أن الطائرات الروسية اقتربت حتى 120 كم من المجال اللجوي الأمريكي وبقيت في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي نحو 8 ساعات هذه هي المرة الرابعة التي تعترض فيها الولايات المتحدة طائرات عسكرية روسية قرب ألاسكا هذا الشهر قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو إن واشنطن تعار التعامل بكين مع بحر الصين الجنوبي كجزء من إمبراطوريتها وأكد بامبيو على صفحتي في تويتر أن واشنطن ترحب بعزم زعماء بلدان رابطة دول جنوب شرق أسيا الأسيان على حل الخلافات القائمة في بحر الصين الجنوبي في إطار القانون الدولي بما فيه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر يعرض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر غدا على الرئيس دونالد سرامب سلسلة خيارات لسحب يقص من منقوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا بهدف إعادة نشرها في دول بشرق أوروبا وقال المتحدث باسم البنتاكون جوناثان هودمان إن إسبر التقى الرئيس سرامب يوم الأربعة لمناقشة الوجود الأمريكي في أوروبا وأضاف أن وزير الدفاع سيارد خيارات تتناول سحب نحو عشرة ألف جندي من القوات الأمريكية من ألمانيا والإبقاء لـ 25 ألف جندي تشهد فرنسا اليوم الجولة النهائية للانتخابات البلدية بعد تأجيلها بسبب تفشي بارس كورونا وكانت الجولة الثانية من الانتخابات مقررة في الأصل في نهاية مارس الماضي لكنها تأجلت وجوبيا بسبب تفشي الإصابة بعدوى فيروس كورونا في البلاد وكان أكثر من نصف الناخبين لم يتوجهوا إلى الإدلاء بأصواتها منتصف مارس الماضي بسبب التخوف من الإصابة بالعدوى انتخابات بلدية بفرنسا هي أول عمليات اقتراع تشهدها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا الأنظار تتجه إلى نسبة المشاركة في هذه الانتخابات وتحالفات الأحزاب في المدن الكبرى مثل باريس، مارسيليا، ليون، وبوردو حيث من المنتظر أن يكون حزب اليمين المحافظ من أكبر الخاسرين الجولة الثانية من الانتخابات كان من المفترض أن تنظم قبل ثلاثة أشهر لكنها تأجلت بسبب أزمة فيروس كورونا بعد أن شهدت الجولة الأولى نسبة كبيرة لعدد المتخلفين عن التصويت الخوف من عدو كورونا ومن الحسابات السياسية للحكومة عوامل قد تؤثر على الجولة الثانية حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلاثة فرنسيين من بين عشرة لن ينتخبوا وأن نسبة الامتناع عن التصويت قد تصل إلى 62% في الجولة الأولى حقق اليمين نتائج جيدة لكنه استنفذ كل مخزون الأصوات مع أحزاب وسط اليمين ما يعطي لأحزاب قوى اليسار المتحالفة مع أحزاب البيئة أسبقية للفوز ببعض المدن وعلى إفر نتائج الانتخابات البلدية سيتم إعادة رسم الخريطة السياسية الفرنسية وإعادة النظر في التوازنات السياسية استعداداً لانتخابات المناطق وانتخابات مجلس الأمة المقبلة قبيل الموعد المهم والانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2022 قالت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا إنه جرى توجيه الاتهام بارتكاب ثلاثة جرائم قتل إلى مشتبه به في الهجوم الإرهابي ببلدة ريدنج وقالت هيئة الادعاء الملكية إن المتهم سيمثل أمام محكمة واسمونستر الجزئية غداً الاثنين وهاجم رجل يحمل سكيناً في بلدة ريدنج بما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أخرين ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى التعافي رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا من جانبه أكد البنك الفيدرالي الأمريكي أن البنوك الأمريكية الكبرى قوية بما يكفي للنجام من تدعيات الجائحة رغم تحديات فيروس كورونا وازدياد عدد المصابين بشكل كبير في الولايات المتحدة إلا أن وزارة التجارة الأمريكية أكدت أن اقتصاد البلاد لا يزال في طريقه إلى انتعاش قوي في النصف الثاني من العام الجاري رغم قرار ولايتات تيكساس وفلوريدا تخفي دوتيرة استئناف الأنشطة بانكوف أمريكا من جانبه أعلن أن المستثمرين ضخوا مليارين وستمائة مليون دولار في أدوات الخزانة المحمية من التضخم وهي أكبر قيمة تستقطبها على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي مضيفا أن الأسهم الأمريكية والنفط يتجهان صوب تحقيق أفضل عائد فصلي في خمسين عامان فضلا عن تحقيق صناديق الذهب سادس أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق عند مليارين وتسعمائة مليون دولار البنك الفيدرالي الأمريكي ذكر أيضا أن البنوك الأمريكية الكبرى قوية بما يكفي للنجام من تداعيات جائحة كورونا والانكماش المرتبط بها لكنه اتخذ إجراءات احترازية بفرض قيود على المؤسسات المالية لضمان احتفاظها برؤوس الأموال كما أكد المركزي الأمريكي أن البنوك في حالة أفضل مما كانت عليها خلال الأزمة المالية عام 2008 وأن التدابير الجديد التي اتخذها تهدف إلى أن تظل البنوك الأمريكية صامدة مؤسسة مودز للتصنيف الاقتماني كانت قد وصفت الاقتصاد الأمريكي بأنه قوة استثنائية وأقطع تصنيف الاقتماني له عند تريبل آي كما أبقت على نظرتها المستقبلية للبلاد عند مستقرة ولكن ما زال الغموض الاقتصادي بسبب كورونا قائما تراجع فائد الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر مايو الماضي بنسبة 60.4% على أساس سنوية وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء القطري هذا الانخفاض إلى هبوط قيمة الصادرات بنسبة 41.4% نهاية النشر الآن إليكم ما تذكر بأهم عنوينها الرئيس السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض الولايات المتحدة تتخطى عتبت 2 مليون ونصف إصابة بفيروس كورونا وسط تسارع الإصابات في فلوريدا فرنسا تشهد اليوم الجولة النهائية للانتخابات البلدية بعد تأجيلها بسبب تفشي كورونا لمزيد من الأخبار اتبعوا موقعنا الإخباري شكرا جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا